الوبور، ووش الوبور ده مهم جداً، المنقد، على فكرة كمان الكلوب، والمنقد باع كمان، لازم يعني الشيء يذكر، ولو إني هعترف خطير على الشاشة، إن إحنا كنا لما المنقد بيخش جوه البيت، بقى بناكل سفندي، فكنا ناخد بزر السفندي وقشر السفندي، ونرميه من وراء أهلينا الكبار في المنقد، فيطلع ريحة، فيقوموا، مين اللي رمل بزر في المنقد؟ احنا كلنا أبرياء، كلنا أبرياء، فأنا دلت أبوي هتلاقي بيسمعني، هيكتشف يعني، اعتراف بعد ستين سنة إن إحنا اللي كنا بنرمي بزر السفندي، وكنا نظن إنه بيعمل ريحة لطيفة، جزء برضو من الدفع، أيوة، ده صحيح، ده صحيح، وعلى فكرة حتى الآن كمان، تعالي كمان مع التطورة الحديث، هلأ فيها حاجات كتير ممكن نكون مستغنين عنها، لكن هتكتشفي إنه المطبخ، المطبخ المصري، لما الأم أو سيدة البيت بتطبخ في البيت، هتبص هتلاقي كتير قوي من يعني من الأسرة يعني، بيخش الشاركو، مش للمشاركة، عشان الوقت دفع، يفتح الفرن، أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إن برضو المصريات لا لا عندي وبور، ولا عندي دفاية، ولا عندي منقد، ولا عندي حاجة، فكرة شوي شوية بطاطا في الفرن، فالفرن يدفي المطبخ، والمطبخ يدفي البيت، فتتحقق الأغراض المختلفة، نعم، وكل يخش بقى يلقط، بس واقف في الدفع، انت عارفة حياتي، كل اللي بتقولي ده، احنا عندنا في دراسات الفلكلور، بنعمله حاجة اسمها دليل جمع ميداني، يعني بنكتب أسئلة معينة للناس في كل بيئة ثقافية، انتو بتعملوا إيه فيه كأدوات تدفئة، فهتلاقي أكتر من حاجة وأكتر من شكل، وبيدو نفس الكونسبت اللي هو ازاي ان احنا نحصل على درجة حرارة، بحيث انه الدنيا تكون ماشية، وبعدين احنا كمان ملامح الوش وملامح الزي، وشكل ازياءنا التقليدية فيه انه زي ما قال الدكتور انه الودان، التلفيعة، اه، يعني احنا كمان لما كنا في الخدمة العسكرية كان اهم عاجة، واحنا وقفين ان احنا بنغط المنطقة بتاعة الودان دي، فيبقى معظم الجسم خلاص، بقى زي الفل وتمام، دكتور، أكلات كتيرة جدا مصرية مرتبطة بالشتة، انا لو انا بشتغل وبحاول أحضر عشان يعني أصفد مع حضرتك، بقيتش فهم الأكلات دي مازالت موجودة والمصرين مازالوا عارفينها ولا لا، قالك السخينة المفروكة، المخروطة، يعني في المفروكة وفي المخروطة، وفي والمخروطة يقال عليها في أشياء أخرى شعرية بس شعرية يا دوي، وفي العصيدة، وفي المسرودة، يعني تعارفين الكلام ده يا جماعة، لا قدامكو دقيقة ازاي؟ وأنا ساعتي بازت ولا ايه؟ على عشاء، طيب دقيقة على عشاء، طيب، الأكلات الأديمة دي في دقيقة عشان فضلنا دقيقة، هل مازالت موجودة في بيوتنا وهي قادمة من تراث قديم ولا اندسرت وبتنسر؟ لا طبعا، الميدان، التراثات الميدانية بتقول أنها لازلت قد تكون أقل نسبية، لكن ما، انت عارفك نسيت الويكة مثلا، الويكة طبعا، وفي حاجات بالمناسبة في الأكلات دي، حاضر، حاضر، والله لازم يعني، نقفل، آآ، بس أنا عاوز أقول إن احنا في الشتاء، بنخزم، بنعمل مغزون جوه البيت، علشان هزي الأكلات تكون في أي وقت نعملها، حنا نعمل حلقة تانية على الأكل في الشتاء، ده ضروري بقى، آآ، آآ، وقتنا الجميل خلص، وطلعنا من الحلقة جعانين جدا، ومتدفيين جدا بوجودكم، بمتبعدكم، بوجود ضيفنا، العزيز اللي منورنا الأستاذ الدكتور مصطفى جاة حالتك نورتنا، ربنا يخليك، وانتنورناك كل مرة، ولازم يبقى لينا لقاء عن الأكل في الشتاء، وقتنا خلص، وبدأنا في الشتاء والدفوا كويس، وصحبتكم سعيدة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة من افتح باب قلبك.